سؤال وصلنا من الأخ عمر الليبي يسأل من تؤيد في المشهد الليبي؟ سؤال مهم أنا أؤيد الدور الذي تقوم به الجزائر أنتهى الدور الذي تلعبه الجزائر وهي بلدي هذا الذي أؤيده عدم التدخل في الشؤون الداخلية للليبي الحل السياسي بالحوار بين الليبيين استبعاد الحل العسكري والخيار العسكري لأنه سيتضرر منه العباد والبلاد نعم هذا الشيء ترك الليبيين يقررون مصيرهم من دون أي تدخل بناء اتفاق جديد بين الأطراف المتنازعة تحت رعاية دول الجوار ودول مختلفة وتحت رعاية أو إدارة الأمم المتحدة لا أؤيد حفتر ولا أؤيد الصراج ولا أؤيد أي ميليشيا تتجه نحو الخيار المسلح السلم أؤيد الطرق التي تؤدي إلى الحل السلمي الذي يعيد بناء الدولة الليبية وتكون لديها دستور وقوانين ومؤسسات قائمة وهذا لن يتحقق إلا بدور حياد تقوم به دولة معينة أو مجموعة دول وهذا الأمر يتوفر في الدور الجزائر أنا أؤيد كل ما تقوم به الجزائر في المشهد الليبي وهذا الأمر يقتضي إيجاد أرضية شاملة وكاملة لاتفاق جديد ومسار جديد إذ لا شرعية فيه لأي طرف إنما الشرعية هي نتيجة يصلون إليها بعدما يركن الجميع إلى الحل السياسي والحوار السلمي بين الفرقاء في المشهد الليبي التدخل الخارجي سواء يكون عسكريا مباشرا أو عبر إمداد طرف معين بالأسلحة أو تزويده بالمقاتلين وبالمرتزقة هذا كله مرفوض لأنه لن يؤدي إلى أي حل بل سيزيد في إراقة الدماء وفي النهاية سيجلس هؤلاء جميعا على طاولة المفاوضات وما يرفضونه الآن سيتفقون عليه غدا ولكن المشكلة أنه من الآن إلى غدا ستسقط أرواح كثيرة أؤيد الحل السياسي الحل السلمي بعيدا عن أي ضغوطات بعيدا عن أي تدخلات الدولة للليبيين والثروات للليبيين وليبيا مستقرة وآمنة فيها أمن بلدي الجزائر وفيها أمن بلدنا أخرى وأشقاءنا في تونس وأشقاءنا في مصر وكل دول المغرب العربي أمنها واستقرارها يرتبط بأمن واستقرار ليبيا هذا هو الذي أؤيده أما تأييد طرف على حسابي طرف آخر فهذا خطأ جسيم أي ولن يضيف ولن يقدم شيئا نحن نبقى دائما لسنا من الليبيين الليبي هو الذي من حقه أن يؤيد هذا أو ذاك ولكن هذا التأييد يجب أن يأتي عبر مسار سلمي مسار سياسي لا مكان فيه للجماعات المتشددة ولا للميليشيات المسلحة ولا لأمراء الحروب الدولة الليبية تحتاج إلى دستور إلى مؤسسات إلى مؤسسة عسكرية إلى مؤسسات أمنية كل هذا يتأتى ضمن إطار توافق ضمن إطار حوار أما أن يلجأ كل طرف إلى جهة خارجية كي تدعمه وتتحول ليبيا إلى حلبة للصراع الخارجي عبر أدوات مباشرة أو غير مباشرة فهذا لن يصل أبدا إلى الخير وابن سيتحول إلى شرور تمتد إلى كل دول الجوار بل أنه أيضا سيمتد حتى إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط لذلك يجب أن يكون هناك عمل جاد عمل حقيقي وفق مقاربات ليس من حق تركيا أن تقول أن حفتر غير شرعي وقوات حفتر غير شرعية فهي قوات تتواجد في ليبيا ولديها مناطق شاسعة تسيطر عليها ولديها سلاح ولديها أيضا من يؤيدها وليس من حق مصر أو الجزائر أن تقول أيضا أن السراج ليس غير شرعي وأنه كذا وكذا وكذا ولا أحد يوزع هذه الشرعية الوحيد الذي يمنح الشرعية لهذا أو ذاك هو الشعب الليبي وهذا يتأتى عبر الحوار والذهاب إلى الانتخابات تكون انتخابات شفافة ونزيهة هي التي تصل في النهاية إلى انتخاب من يحكم ليبيا ومن يمثلها ويمثل سيادتها في المحافل الدولية أما الإملاءات الخارجية فهي تبقى دائما إملاءات من أجل مصالح خارجية لا علاقة لها بالشأن الليبي على الليبيين أن يتحملوا مسئولياتهم ويدافعوا عن بلدهم ويدافعوا عن أنفسهم من خلال روح المسئولية ورمي الخلافات أراء ظهورهم ففي النهاية آية الذي يقتل هو ليبي والذي يقتل هو غير ليبي والذي يقتل ليبي فهو يبحث عن ثروات الليبيين والذي يقتل ستبكي أمهات ليبيا فقط وأيد الحل السياسي الحل السلمي من دول التدخل الخارجي التدخلات الخارجية مرفوضة خاصة إن جاءت من بعيد أما على ليبيين أن يستعينوا بدول الجوار الدول التي لديها حدود معها الدول التي تنتمي إلى جغرافية واحدة من أجل مساعدتها على إيجاد الحل وليس من أجل مساعدتها لتصفية الآخر داخل ليبيا ترجمة نانسي قنقر